ينضم إلينا الآن مراسل إكسترانيوز محمد أبو عيطة وأيضا مراسلتنا أيضا مرنة عادل البداية مع محمد أبو عيطة حيث تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير خاصة في المناطق التاريخية التي تستهدف إعادة الشكل الحضري والمجد التاريخي للعاصمة ومن أهم المناطق التي تشهد أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة والتي تشهد تنفيذ مشروع سكني ترفيهي على مساحة 95 فدانا كمرحلة أولى وللمزيد نذهب لمحمد أبو عيطة محمد أهلا بك مشروع سور مجرى العيون من أهم المشاريع التي حظيت باهتمام الدولة آخر الأعمال التي نفذت في هذا المشروع شاما تحياتي وكل من يمر بهذه المنطقة كان يعلم تماما أنه كانت هذه المنطقة عبارة عن مدابغ قبل خمسة أو ست سنوات تم نقلها لاحقا بعد تفاوض مع الأهالي ومع أصحاب هذه المدابغ ليجتم تعمير وتنمية كل هذه المنطقة كجزء من التراث الذي تتمتع به القاهرة التاريخية ومصر القديمة ومنطقة الفستات من هنا ستوريكي الكاميرا الآن يعني ربما مشاهد لن يصدقها إلا ما نقترب منها في خلال الأشهر الماضية تغيرت الصورة بالكامل شاما تغيرت إلى الأفضل إلى الأحسن هنا في هذه المنطقة التي يعني كانت يعني كثيرة المدابغ عشرات المدابغ تم نقلها كما تعلمين إلى منطقة الروبيكي حيث مدينة الجلود هناك لتكون طبعا مركزا لهذه الصناعة الواعدة الكبرى وأيضا هذه المنطقة الآن تخدع لعملية تطوير شامل وكامل يأخذ في الاعتبار أن هذه المنطقة منطقة تراثية ومنطقة تاريخية تضم القلعة طبعا وتضم الصور الشهير صور مجرى العيون الذي يمر من مجرى نهر النيل من هنا من كورنيشا المواجه لمنطقة ألمانيا وحتى منطقة القلعة مرا بكل هذه المناطق طبعا التراثية والهامة للغاية والتي طبعا تدل على تاريخ مصر بكافة مراحله خلال ألف عام على الأقل أكثر من ألف عام ربما في هذه المنطقة من هنا كانت تجاه هذه الدولة في هذه المنطقة لعادة النظر إليها نظرة شاملة بالتطوير كامل وشامل يشمل الحفاظ أيضا على مقدرات هذه المنطقة التراثية وإمدادها أيضا بما يمكن أن تمد به خلال هذه الفترة من مناطق عمرانية جديدة تستوعب أيضا مناطق تطورات المستقبل وتحافظ أيضا في مضمونها على أهم عناصر التراث المصري المهندس عصام عبد الحليم هو استشاري هذا المشروع الضخم نتحدث عن أكثر من ألفي أو حوالي ألفي وحدة سكنية بالإضافة إلى عديد من الخدمات التي كما تشاهدين فإنه العمل بها يجري على قدم وصاق في كل هذه المنطقة التي تمتد لحوالي مائتي فدان برحب بحرارك مش ما أنسي أصام أهلا بيك يعني حضرتك مشروع كبير جدا زي ده أدينا بعض الأرقام عنه فن وصعدتك هو المشروع يعتبر بداية لما هو قادم بالفضل الله إن شاء الله المشروع معمول على مساحة خمسة وتسعين فدان المشروع ليه وجهين وجه ساكني ووجه تجاري ترفيهي الوجه الساكني بيتمثل في تسعة وسبعين أمارة ساكنية الأمارة ساكنية ده فيه عندي أرضي وتلاتة فيه عندي أربع نمالك أرضي وتلاتة أرضي وأربعة أرضي وخمسة أرضي وستة ومتوزعين طبعا كلهم بحيث ماتشنج مع صور مجرى العيون بحيث الفيو كله يكون موجود صور مجرى العيون طبعا تدور البادرون معمول باركينج عشان يستوعب العمارة الموجودة وكلها وأي زائر يجي للموت تدور الأرضي عبارة عن محلات وتوكلات ومطاعم والدور الأخير عبارة عن فندق طبعا السياحة عشان يستوعب أي زائرة أو أي حد موجود كمان نشاهد الآن وتريني الكاميرا فإنه هناك بعض العمارات التي يجري تشتيب الواجهات حتى الأساسية بها الآن هو إحنا يعتبر خدنا شبه بحوالي 85% من المشروع خرصينات يعتبر فنش يعني انتهى المشروع طبعا 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 الأرض هنا كان طربة ردن فتريني نلجأ لموضوع الخوازية طبعا ده خد كوست وخد وقت معانا لكن قدرنا بفضل الله نتغلب على ده كله وخلاص يعتبر خلاصنا مرحلة الخوازية وشغالين في المرحلة التشتيبات حالين دلوقتي عبر الكاميرا يا فندم بنارة المخطط العام للمشروع يعني حرارك تشرح لنا على الصورة الخريطة اللي احنا شايفينا بص حضرتك اول عندي طريق صلاح سالم موجود من طريق صلاح سالم في عندي عندي مدخلين في الأسفل صريح صلاح سالم في الأسفل عندي منه مدخلين للمشروع المشروع كده يعتبر زي زي كنبون ده كده عندي فرق مناسيب بتكلم في حوالي تمانية متر فرق المنسوب ده مع شغل او شغل الزراعة او شغل الممرات هيعمل فيو طبعا عالي جدا بحسك ناسيب ارتفاعات للأرض وانخفاض يعني زبط كده وعندي برضو بادئ من عول صلاح سالم اللي هي الأمارات اللي هي أرضي وستة وماشي بتدرج العمارات وتدرج الارتفاعات لحد ما وصل لحد الصور اللي هو أرضي أرضي وثلاثة فتحس ان فيه مسلس كده مع الصور مع فرق ارتفاع التربة هيديني فيو جميل جدا لصور مجرى العيون ومنطقة المول الترفيه التجاري هدي الأعمال اللي تتم الآن للتطوير يتساءل البعض أيضا عن موقع الصور الصور الأسري صور مجرى العيون منها تمام هو الصور مجرى العيون فيه عندي جزء عمارات سكنية بيطل عليه وعندي جزء رئيسي اللي هو المول عبارة عن جزء تجاري ترفيه حالتك المول فيه سينيمات فيه مصارح فيه طبعا محلات يعني حاجة تجارية ترفاهية فيه مسلح مكشوف للصور فيعتبر زي مش تجاري ترفيه بس وثقافي وفني طبعا هيأكس المصر التاريخية اللي احنا موجودين فيها بفضل الله إن شاء الله باش مهندس الأن وبينما نتحدث مع حضرتك طبعا هناك ضقيق للآلات في كل منطقة من هذه المناطق هناك طبعا عمال ورديات على مدار ساعة على مدار 24 ساعة بيسموها 24 سبعة حتى أيام الأجازات الرسمية احنا برضو شغلين أيام الأجازات الرسمية احنا برضو شغالين فعندي آآ الثلاث ورديات الوردية عبارة عن آآ ثمان ساعات بحيث احنا طبعا وعندنا برضو عملنا محطة خرصانة موجودة في الموقع عشان سرعة التنفيذ وكده يعني المشروع بإشراف هيئة المجتمعات العمرانية طبعا مشروع إشراف وإدارة هيئة المجتمعات العمرانية وطبعا موجودة في استشارة المشروع اللي هو احنا وفيه آآ عندي طبعا وزعنا الشغل على اتنين مقاولين علشان نشتغل بالتوازي لسرعة الانجاز طبعا. بشمهندس دي كانت ابرز المعلومات ولكن لو كلمت حضرتك بصفة شخصية وحراك استشاري عملت في العديد من الشركات طبعا فيه على مدار حياتك المهنية قدي ايه شايف انه حضرتك انه امتداد العمران بهذه الطريقة وعادة تخطيطها الان لتصبح كما هي الان وكما هو مقمول مستقبلا. الى اي مدى حاك شايف انه هذا يشرف هذه المنطقة وايضا ويشرف من يمر بها او يسكن بالقرب منها وايضا يعطي صورة افضل بالنسبة للسياحة. طبعا الوقت فيه تخطيط موجود وفيه شغل تنسيك شامل ما بين كل الهيئات. طبعا فيه تنسيك مع محافظة القاهرة وفيه تنسيك مع وزارة الاثار مع وزارة الاسكان. لا لا ومع الهيئة المرافق طبعا عشان مرافق بتاع المشروع. لا. فيه ادارة وفيه دراسة موجودة وفيه تخطيط جيد. اه لا وضع وضع مختلف تماما عن 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 الديم. وهتا حاجة حاجة تقعد تقعد مهات السنين يعني مش مش مجرد حلول مؤكدة. لا ده حلول دايما للوضع الحالي اللي احنا فيه بإذن الله يعني. ان شاء الله. ربما يتسأل البعض ايضا يا فندم في انه هادا الموقع المميز للغاية الان ربما يرغب الكثير في ان ينتقل اليه او يتملك به في الفترة المقبلة ما بين نشاط تجاري او حتى نشاط ساكني. هل بدأتم في طرف? انت في مصر. انت في مصر يعتبر مصر القديمة يعني. غير الموقع الالعة والصور. غير الخدمات. لا هنا خدمات كويسة جدا. لا الوضع. كونيش النيل قريب. كونيش النيل بالزبط كده. وانت في قلب مصر انت محتاجي تاني يعني. لا لا طبعا هي اه اكيد هيبقى فيه سلزة عالية جدا يعني. للمنطقة اللي احنا فيها ان شاء الله. لكن لم يبدأ حتى الان الطرح يعني. لا هو لسه لسه الحقيقة. اعتقد هو لسه يعني هو. المهندس اه عصام عبد الحليم استشاري المشروع شيماء. واطلعنا على عديد من تفاصيل هذا المشروع الضخم. ربما يعني نعمل ان نكون قدمنا صورة لهذا المشروع الصورة ملفتة للغاية يا شيماء. طبعا لمن يعرف هذه المنطقة حق المعرفة ومن مرة بقى خلال الفترة الماضية كان يرى يعني اوجه الاختلاف. سياعي ايضا كم المجهود المجهود. التي كانت هنا والان. نعم. صحيح. وايضا كم اختلف المشهد نانسي. المشهد اصبح الان بالفعل يلائم منطقة تاريخية منطقة اثرية طبعا يأتي اليها السياح من كل انحاء العالم ليشاهدوا القاهرة التاريخية مرورا بمنطقة الفستاط وحتى منطقة القلعة بما فيها طبعا من اثار بمصر القديمة بما فيها ايضا من اضراحة ومن مساجد اسلامية وطراث اسلامي كبير وعديد في هذه المنطقة ايضا ومرورا بصور نفسه بصور مجرى العيونة التي تعلمين انه ايضا واحد من اهم معالم القاهرة التاريخية وخاصة مصر القديمة. كل هذه المنطقة الان في اطار خطة طبعا التطوير الشامل اليها وعادة تطوير المناطق الاثرية والسياحية كان لابد من امتداد مخطط تطوير الى هذه المنطقة ايضا لتصبح ملائمة حتى للمشهد العام وايضا بشكل عام لتاريخ مصر والثقافة مصر وايضا تعبر عن السياحة التي تريد مصر ايضا ان تجذبها في الفترة المقبلة. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا محمد ابو عيطم راسل اكسترانوز كنت معنا من داخل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة. شكرا لك وضيفك الكريم ايضا.